لازم نسك يا أحبائي في سرعة استجابة ربنا تقولوا طب يا أبونا البعض يقول لي إحنا بنتطلب من ربنا كتير وما بيسألش فينا ليه كل شيء تحت سمات إيه كل شيء تحت سمات وقت في أوقات ربنا بيسمح بيها بتجربة أو بديئة علشان خاطر يوصلنا للمجد علشان خاطر نطلع باختبار روحي قوي جدا علشان كده يا حبائي ربنا أحيانا بيطول باله هقول لكم أمثلة مع ناس أبرار جدا وشاهد عنهم كتاب مقدس للوم أبرار مين بقى زكريا وقالي صباط كان يقول كده كتاب كان بريني وسالكيني في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم أفضلين محدش كده بقى أفضلين محدش كده نادر لابتلاقي حد كده يا حبائي شو قد إيه بريني وسالكيني في جميع وصايا الرب وما كانش فيخلفه وزكريا الكهين على المسبح يطلب من ربنا كتير جدا سنين طويلة أن ربنا يدلوا علم ما تدلوش خلاص نسي الموضوع خلاص كبروا في السن بقاش عندهم كدرة على الإنجاب وفجأة في يوم لقى الملاك وقفل على يمين مسبح البخور يقول له يا زكريا صلواتك تلبطت قبلت أمام الله صلوات أنا صلوات بقى ده أنا كاهل ما بصلي على طول أنا صلوات بقى نسي الصلوات الأولنية خلاص ما بقاش عنده كدرة هو ولا مراته على الإنجاب قال له علي صباط حبلة قال له إزاي ده أنا كبرت وهي كبرة قال له أنت تكون صامتا أنا ملك الرب الوافق قدامك وأقولك تقول لي إزاي أنت تكون صامتا لا تتكلم لغاية ما تشوف بأينيه وفضل زكرياة خرص وإلى آخر القصة اللي أنت عرفين يا حبائي ربنا اداروا من بقى ولد عادي لم يقم من بين المولدين من النساء أعظم من يوحان المعمدان ده بشهادة مين بشهادة الله المتجسد المسيحي لم يقم من بين المولدين الأعظم لكن الأذر الذي هو المسيحي بل あ Hua فيه ملكون سماوات أعظم منه طبعا لكن ما فيش في كل مواليد النساء العاديين البشر أعظم من يوحان عمدان لأنه هو الوحيد في البشر اللي استحق أن يعمد الإله المتجسد هو قال عن نفسه أنه لسه مستحقا أنه أحل سيود حذاؤه لكن استحق أن يعمد الإله المتجسد إيه العظمة دي الده ولد ما فيه زيه في الكون فالله لما بيطول باله في الاستجابة بيبقى ليه قصد في كده أو ليه مقصد في كده سماوية عالية جدا فهنطول بالنا لكن عندنا ثقة مطلقة أنه أجاب حبيبي وقال لي الله بيستجيب ويخبرنا بعمله العظيم معنا لسه واحدة بعتنى تشكر يعني ربنا أن كانت فيه بتخلف وبالصلاة لما لجت للصلاة بالكنيسة حامل فبعت بقى فرحانة جدا وتقول صالي ربنا يكمل يا ابونا أنا حامل للوقت بالآخر يعني بالصلاة وكده كتير واللي كان عندهم أمراض مستحصية ويخفوا في الحال وهكذا فاختبارات كتيرة جدا يا حبائي أجاب حبيبي وقال ليه ثقوا تماما من حقيقة استجابة الحبيب الحقيقي الرب يسوع لينا في سؤالتنا وتلبطنا يا حبائي لما نطلب بإيمان وبثقة وبالذات لما تكون بدموع ونصحق قلب هيستجيب ترجمة نانسي قنقر